مش القمة ممكن تخلينا نتكلم على ملفات بعينها فيها أواصل علاقات مشتركة بين عدد من الدول سيما مصر والمملكة العربية السعودية عندما تشكلت مجموعة العشرين كان واحد من أهم الأخبار المتعلقة بها هو ضم المملكة العربية السعودية لها أنا أتكلم عن 1998 وبعد هذا رفعها لمستوى القمة ليه؟ لأن السعودية من أكبر اقتصادات العالم من أكثر اقتصادات العالم اللي فيه فائض قابل للإستخدام بطريقة تيسر حل المشكلات العالمية وده قيمة مهمة للمملكة العربية السعودية في الحقيقة وبالتالي لما بتحضر القيادة السعودية في أي منتدى بتبقى دايما الأنظار مصلطة عليها لأنه قراراتها مهمة بالذات في حل مشكلات محددة أو معالجة اختنقات محددة خلينا أقول هنا أنه قمة العشرين زي كتير من هذه المنابر ليس لها القدرة على اتخاذ قرارات ملزمة هي تصدر بيانات تحدث فيها للتجاهات العامة لكن الأهم فيها هو اللقاءات السنائية اللي بتنعقد ما بين قادة الدول ونوع التفاهمات والاتفاقات اللي بيعقدوها ومنسمى علينا خلال يوميا عقاد القمة يعني لنهاردة وبكرة أن احنا الإعلام والمحللين يتابعوا أي لقاءات هيعقدها ولي العهد المملكة العربية السعودية مع مين أي نوع التصرحات اللي تخرج وهو ده اللي هتشاور بالضبط على اتجاهات تحرك المملكة اقتصاديا في الفترة القادمة